لا تزال لعنات العدوان على قطاع غزة تطارد الاقتصاد الإسرائيلي وتصيبه بالمزيد من الخسائر المستمرة وتستنزف ميزانيته التي فقدت أكثر من 20% من إيراداتها بسبب الاعتداءات المستعرة منذ أكثر من أربعة أشهر حكومة الاحتلال رفعت من إنفاقها الدفاعي بزيادة تجاوزت ثلاثة أرباع نفقاتها الحربية عن العام السابق استمرار الأزمة الاقتصادية في إسرائيل بعد اقتراض 22 مليار و300 مليون دولار من السندات الدولية أكبرها على اتباع سياسات أكثر تشددا مع مواطنيها إذ تخطط لرفع الضرائب على القيمة المضافة لتصل إلى 18% وزيادة مصروفات الخدمات المصرفية وإيقاف التوظيف الحكومي وتعطيل زيادات الأجور استمرار العمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين كانت أحدا تبريرات حكومة بن يمين نتنياهو لتعويض فشلها في امتصاص الغضب الشعبي المستعر منذ يوليو الماضي بسبب سوء الأوضاع المعيشية في الداخل الإسرائيلي بالرغم من تلك الإخفاقات الاقتصادية والشعبية لحكومة نتنياهو إلا أن العدوان لم يتخلى عن غطرسته حتى وإن كسرت ديونه حاجز 62% من الناتج المحلي كأعلى مستوى منذ ثماني سنوات وهي معدلات مرشحة للزيادة هاشاشة الاقتصاد الإسرائيلي وفقدانه جدارته الإتمانية وفقا لتصنيف وكالة مودز باعتباره صاحب الآداء السلبي في جذب الاستثمار أغرقته في معضلة تفاقم الديون بأكثر من 70% في الوقت الحالي خاصة مع الكشف عن اعتزام الحكومة اقتراض 60 مليار دولار لتمويل حربها على قطاع غزة اشتركوا في القناة